استمراراً للشكل المحترف المنظم الراقي اللي اتبعته إدارة الزمالك الجديدة بقيادة المحترم الكابتن حسين لبيب خلال الفترات اللي فاتت إن فيه شكل راقي يليق باسم الزمالك العظيم الكبير إن فيه متحدث رسمي وفيه قرارات وفيه تواصل مع الجمهور وفيه بيان النهاردة فيه منتهى الرقي بيجاوب على أبرز النقاط الكبيرة المهمة اللي بتشغل بال وعقل الجمهور الزمالكاوي قبل ما نقف عند نقطتين مهمين في البيان ده خليني أقولك إن فيه بعض الحملات الغريبة على السوشيال ميديا اللي بتنتقص من مجهود إدارة الزمالك لأن هي مش بيجيب صفقات في يناير ده زي بالظبط لما تكون داخل البيت تلاقيه المجاري طفحة فيه والمحارة بايزة وكل حجم الدربكة وحد يخش ينظر عليك وقولك إيه إنت ليه ما جبتش نجفة هنا 88 لنبور يا عم نجفت إيه ده بقولك المجاري ضربة والسباكة مبهدلة والكهرباء بتولع والدنيا خربانة طب أعمل الأساسيات اللي بايزة دي وبعد كده بقى أشوفه أجيب هنا إيه أنتري وهنا الريسبشن يبقى فيه إيه والمطبخ إيه والتلاجة تبقى عاملة إزاي والنجف ده دي مرحلة تالية فما بقاش فاهم يعني النقد طبعا مش حد فوق النقد بس فيه منطق في النقد إنت عندك أولويات وعندك كم مشاكل رهيبة يعني النهاردة في بيان الزمالك هو بيكلم إن عنده 14 قضية مؤافقية إنته بوضخية يا جماعة يعني على رأي أحمد شي بل له قرشي ما بينامش يا بارك بقى بل عليه ده عنده 14 قضية عنده فلوس ميتة لتيلة المفروض يتفح فبتتكلم أنت تلومه إمتى لما يكون كل حاجة مستتبة والوضعه مستقر وتشوف أن الراجل مأثر تشوف أن المجلس القادرة مأثر ما جيبش صفقات واوة كلام ده كله ماشي لكن ده انت عملت حل في كوارث مش مشاكل كوارث قديمة بعد ما تحلها تبتدي بقى تخش فكرة التنمية والتطوير لكن ده انت أصلا بتبس عايز تماشي العربية انت بس مغرد عايز تحط بنزين تخلي العربية تمشي معنك قد تشوفها جنود سفور وجبلها كاسة وشارف تعمل إيه وفتحة سقف وتكي ده اللي بعد كده يعني لما تيجي ببص على السنفونية اللي بتتعز في مجلس دارة الزمالك من ساعة لما جيه وقعه بقول عليها السنفونية لأنه هو بيحط استراتشور جديد نادي كان شغال وان من شو هو بقى بيحط له هيكل إداري ويبقى فيه نظام وناس مسؤولة وكل واحد ماسك ملفه وعمل جماعي ودي حاجة مش سهلة دي حاجة مش بزرار مش ترن اون ترن اوف هتليها اشتغلت في الوقت ده كله في السنفونية دي فيه نغمة مش هقولك نغمة نشاز بس نغمة بتغرد خارج السرب وهي ظهور الكابتن احمد سليمان بتصريحات حتى النهاردة في البيان اتقال في اخر حاجة في البيان خالص يا جماعة لا تلتفت وراء اي شائعات خاصة بفريق قرة القدم ومنظومة قرة القدم وا 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 الكلام موجه من مجلس الادارة الجمهور الزمالك ما تلتفتوش للقصة دي احنا شغالين وعارفين احنا هنعمل ايه بس هنا ده بقى النقد والحطة اللي بنتكلم فيها انه الكابتر احمد سليمان وله كل التقدير والاحترام واحد من قامات الرياضة المصرية ظهوره محسوب على انه عضو مجلس نارتين الزمالك مش مجرد انه نجم كرة كبير فاي كلام بيقوله ان الزمالك دخل في مفاوضات او الزمالك كلم لعيب او الزمالك كلم مدرب او حتى لو قد رأيه الفني في لعيبة اوتوماتيكلي بيعمل حالة من حالات التشتت واللغط لانه بيصدر من عضو مجلس ادارة نادي الزمالك فدي نقطة مهمة على مجلس ادارة نادي الزمالك ان ينتبه لها وعلى الكابتن المحترم احمد سليمان ان ينتبه لها لان هي في كثير من الاحيان بتعمل بلبلة ولغط نتيجة صدور بعض الاراء الفنية اللي اوتوماتيكلي الناس بتاخدها على اعتبار ان هي صفقات واسماء وحاجات مطروحة سواء كمدربين او كلعبين ولكن في الاجمال نادي الزمالك ماشي في الطريق الصحيح لاجاد شكل راقي يليق باسم الزمالك الكبير في كيفية ادارة نادي الزمالك منذ تولي هذا المجلس زمام ومقاليد الامور داخل نادي الزمالك في شهر اكتوبر الماضي